لها خبر أهم من بيان وزارة الصحة ده اللي بيورينا احنا موجودين فين نهاردة وزارة الصحة والسكان أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية إلى 182 حال والصحة قالت أنه في 11 مصري من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل وتم تسجيل 33 حالة جديدة إيجابية وجمعهم مصريين وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا والوفيات اليوم أربعة مصريين كلهم وكلهم من محافظة القاهرة وبتتراوح أعمارهم من 58 عام وحتى 84 عام ملحوظة مهمة وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة البيان دايما بيقول الرقم بتحسوا كبير كده 609 بس 609 ده اللي هو من يوم ما قالوا يا كورونا في مصر يعني ف609 ده مش الرقم المصابين عشان بس الناس يعني بتبين دايما الرقم ده منهم 132 حالة تم شفاءها وخرجت أصلا من 609 دول وفيه 40 حالة وفاة يعني لو انت عايز تعمل من يوم ما كورونا دي شفناها على أرض مصر لحد الوقتي 609 دول هم اللي تعاملوا مع كورونا اللي كان لهم علاقة بهذا الفيروس حاملين له أو أي شيء أو يعني توفوا به 132 تماماً لوقتي أصحاء وفي بيوتهم وأربعين حالة وفاة والباقي بقى في النص بين في مرحلة اللي هي بتبقى أنت فيها لسه تحت العلاج ولم تنتقل يعني إلى المنزل لكن بتبقى حالتك ونتائجك سلبية يعني بتبقى بس في فترة يعني إيه استشفاء حتى تذهب إلى المنزل معافة تاي دينوت نوت